أوضح رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة ستعمل على وضع أجندة تنفيذية لمائة وخمسة وثلاثين توصية تمثل مخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطني وفقا للأولويات التي يتم التوافق عليها جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء مع أعضاء اللجنة التنسيقية المشتركة للحوار الوطني حيث استعرض الاجتماع وتفاصيل لما تم في المحور الاقتصادي خلال جلسات المرحلة الثانية وخطوات صياغة مجموعة من التوصيات بصورة نهائية تمهيدا لعرضها على سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي